أما على المستوى الاقتصادي النهاردة الرئيس استقبل وفد ضم موسلين عن 27 صندوق إقليمي وعلامي للاستثمار واللي بيزوره مصر بناء على دعوة من المجموعة المالية هرمس للتعرف على الوضع الاقتصادي في البلد والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري حضر اللقاء رئيس الوزراء محافظة بنك المركزي وزراء التعاون الدولي البترول الصروة المعدنية والتجارة والصناع ووزير المالية ووزيرة الاستثمار وزير المالية من ناحيته أشاد بالدور اللي بتقوم بسندية الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر سواء المباشرة أو غير المباشرة واتكلم كمان ان في عدد من سندية الاستثمار المشاركة في الوفد عندها استثمارات بالفعل في مصر الا ان كتير منها بيدرس انه يزود استثماراته في المرحلة اللي جاية في ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي بتنفذه الحكومة حاليا